طبعا بعد تدمير مخيم نهر البارد واعتباره منطقة عسكرية عجلة الاقتصاد بالمخيم صارت سفر عدا عن الخسائر اللي لحقت بالمؤسسات التجارية والمحلات التجارية طبعا الآن بعض المحلات بدأت تفتح أبوابها بالمخيم شي بتمويل من بعض المؤسسات شي باعتماد على الشخص نفسه لكن لحد الآن عجلة الاقتصاد ما زالت بطيئة نتيجة أنه المخيم مغفل مغلق ممنوع حدا يفوت من بره لبنانيين لأنه بالأساس كان مخيم نهر البارد اعتماد اقتصاده على أهل عكار أهل لبنان اللي خارج مخيم نهر البارد موضوع البطالي أتعص موضوع بعيش الشعبون طبعا فيه ناس بتشتغل بس مش شغل دائم زي ما قلتلي يعني ما شغل دائم إنه أنا بقدر أشتغل فيه شغل دائم لا باشتغل فترة وبعد هاي كمان بطرقلي يعني في كتير أرباب عائلات ما عندهم عمل نتيجة الظروف الصعبة اللي منعيشها نتيجة عدم موجود فرص عمل للفلسطينيين من أهل النهر البارد يعني الأسف إنه معظم اللي عم يشتغلوا يعني الآن في الإعمار أو الجرف من نهر البارد بالمخيم العمال كلها للأسف مش من نهر البارد يعني عم بيجيبوا أيدي عاملة لبنانية وغير لبنانية عم بيشغلوها بينما اليد العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل أنا كان عندي محلين يعني أشتغل بالتجارة أشتغل بتجارة الألبسة والأحزين المستعملة لكن بعد حرب البارد طبعاً دمرت المحلات واحتلقت البضاعة وراح كل شيء فأنا بالأساس المهنة تبعي أنا فورمان ويلدينج يعني أنا بشتغل لحيم كهرب كنت أشتغل في مصنع المصنع بمنطقة بالكورة طبعاً هذا المصنع يعني ما في عندي ضمان اجتماعي ما في عندي مش شهري أنا يومي فكوني فلسطيني كمان مش مضمون يعني في أي ساعة ممكن يقولولي يخلص المشروع خلاص روى على البيت فعشان هيك أنه في بعض الأحيان أشتغل شهر أشتغل شهرين ثلاثة ورا بعض وبس يخف الشغل أول واحد يقولوله على البيت هو أنا لأنه أنا الوضعي مش قانوني إجملاً هيك بالنسبة لقانون لبناني شو هي الحقوق المدنية المفروضة للشعب الفلسطيني صارنا ستين سينة بها البلد ما إلنا أي حق عند الدولة اللبنانية بأي شيء ما إلك حق بأي ضمان اجتماعي أو إنساني أو شيء لدينا أطباء عندنا مهندسين عندنا كثير ناس متعلمين تخرجوا من جامعات ما إلهم أي حق يشتغلوا بمستشفى خاصة أو بمستشفى حكومي أو بشركة حكومية أو بشركة خاصة ممنوع بس يسمعوا أنك أنت فلسطيني بتروح بتقدم عاي شركة عاي وظيفة عاي عمل وعندك خبرة وعندك شهاداتك وعندك كل شيء بس تقولهم فلسطيني بقولك لا آي ام سوري آسف ليش يا أخي آسف ما أنا بشر ما أنت عم بتشغل السريلانكي والفلبيني والكوري وعم بتجيب من آسيا الوسطى وآسيا الصغرى وآسيا الكبرى ما عم بتجيب الينود عم بتشتغلوا بها البلد طبعا ليه أنا ما أنا أنا سبتين سينة وأنا أشتغل بهاي البلد أنا عمرت هاي البلد بحس إنه ما فيش مستقبل يعني بحس إنه ببلش أفكر بالمستقبل لما ترجع الحياة الطبيعية للمخيم لما ترجع الناس على بيوتها هون بحس إنه إنه صار فينا أفكر الشباب المستقبل بس دلوقتي الحالة صعب جدا أقدر أفكر بمستقبل موسيقى 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 أشتغل مع مؤسسة الكاملة أشتغل مع عديد من المؤسسات للأسف لما صار في مجال التوظيف ما وظفوا يعني يستقدموا ناس عندها كفاءات أكبر وخبرة أكتر أنا أتمنى كنت أتمنى أشتغل بشغلتي مهي المحاسرة كنت أتمنى لأنه أنا دارس هاي المهني وبحب هاي المهني أشتغل فيي ما روح أشتغل شيكان فقدمت كثير وسعيت كثير لهذا الموضوع بس بالأسف بدون نتيجة اشتغلت مع مع خطيب أختي بالعمار وكانت أول تجربة لأيلي تجربة كثير سعبة يعني الشخص ما بعرف ما بعرف بها القصص ويروح يشتغل فيي وشغلة العمار عن جات سعبة يعني روحت اشتغلت فيي تعبت يعني يعني صعب الصعب وكنت متخصص بالحديد يعني أنا والجروب اللي معي كنا متخصصين بالحديد يعني المخطس صعيف حديد مثل هيك حط له حديد حط له حديد متل هيك جمسير نربطه نربط الحديد ربط الحديد أوقات بكون الحديد تحت على القرض بصير نسحبه متل هيك نطلعوا لفوق متل ما عم بعمل الشاف نسحبه ونطلعوا نحطه على السطح بعدين بصير الشباب يحطوهم يعني يقسموهم على السطح ويستر يدخلوهم حديد صغير متل هك و... و... ويربطوه متل هيك متل هيك مخطوه متل هيك مخطوه 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 ما فيه شغل تاني أو ما فيه مهرب تاني أروح أهرب من هذا الشغل الصعيب أروح أشتغل شغل سهل لا فاشتغلت به هال المصلحة تقريباً شيء شهرين حياتي أنا اليومية روتينة عاطل عن العمل صل لفترة أكيد صعبة أنك في عندك 24 ساعة يعني بقضيها أحيانا وأغلب الأحيان بقضيها على البحر بصيد سمك لأنه ما فيش أي مساعدات يعني بالأسف وأنا الوحيد بعائلتي اللي بشتبت في يومي أنا بفي الصبح بكير يعني الساعة ستة بأخد الصنارة بروع البحر أحيانا بسطاد شوية سمك يعني من كل يعني يوميا في عنا أكل سمك لأنه ما فيش شي تاني أول مبارح طلعت شوية سمك باعتم بأربعة عشر قناة قبل بيوم صيدين وعاملين سمك فمبارح ما فيش شي اليوم شوية ألا بعد الظهور ما بعرف إذا الله بيرزقنا شي هيكي الحمد لله على كل حال يعني هاي عشتنا وهاي ما في مهرب من هال معيشة شوية سمك باعتم بلايان شوية سمك باعتم بلايان